بين كر وفر هو حال الحرب بين الجيش وعناصر أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة أبيان الأنباء الواردة من زنجبار عاصمة المحافظة تؤكد دخول الجيش إلى هذه المدينة وإلى مدينة الجعار ثاني أهم المدن في أبيان دون أن تريد تفاصيل دقيقة حتى الآن عن المعركة وحجم الخسائر في صفوف الطرفين لكن المعلومات تؤكد أن الجيش خض معركة ليست بالطويلة مع عناصر التنظيم هذه المرة بعد أن حشد أحدث المعدات وتلقى الدعم من قوات التحالف العربية المرابطة في عدن وسط مخاوف من الإمكانية أن يلحق هذا الانتصار بغيره من الانتصارات السابقة مع كل ارتدادات للتنظيمات الإرهابية على مدين المحافظة منذ عام 2010 ومحافظة أبيان تشهد سلسلة من المعارك الشاملة بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة الذي أسس إمارة هنا ومكث أكثر من عام قبل أن يتدخل الجيش ويخرج عناصر التنظيم المتشدد من المحافظة في صيف العام 2012 وبين تلك المعركة وأحدث معركة يخوضها الجيش ضد القاعدة في أبيان لم يكف هذا التنظيم عن مهاجمة المدن المحافظة والسيطرة عليها كما حدث العام المنصرم 2015 قبل أن ينسحب منها في مايو من نفس العام إثر وساطة قبلية يأتي ذلك وسط تساؤل العديد من المراقبين على السر وراء هذا الحضور الذي لا ينقطع لتنظيم القاعد الإرهابي في محافظة أبيان في ظل معلومات لم تعد تخفى على أحد بشأن التوظيف السياسي لهذا التنظيم وما يبدو أنه تناغم للمعارك التي يخوضها مع التوجهات والأجندات السياسية المعلنة منها والخفية لقوى الأمر الواقع التي تهيمن على البلاد في هذه المرحلة اشتركوا في القناة